السلام عليكم يا مولاي يا أبا عبد الله ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيم قال المولى الحكيم في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم صدق الله العلي العظيم طيب أفواهكم بذكر محمد وآل محمد تكلمنا أيها الإخوة عن هذه الآية المباركة وما حولها من الآيات وطلبنا أنكم تراجعون هذه السورة المباركة سورة النحل لتطلعوا على مقدمة هذه الآية وما يلحقها الآية اللي قبلها تقول وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثَا هذه امرأة من نساء قريش في زمن الجاهلية كانت تغزل يعني تغزل الصوف ووبر الإبل وتعرفون احنا في زمن ليس ببعيد كان الناس يستخدمون الصوف للغزل وصناعة الخيوط ومنها نسج الملابس أو بعض أنواع الفرش هذه المرأة تدعى ريطة هذه عندها نساء وياها وتبدي تغزل من الصباح الباكير لحد الظهر بعد الظهر هذا العمل كله بعدين تمر بحالة عصبية إذا عصبت تخرب الغزل كله فالله سبحانه وتعالى أخذ هاي مثال وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا من بعد قوة من بعد ما صار الغزل قوي وجاهز للعمال هسه هي لو تكتم عصبيتها لو تبتعد شوية عن مكان العمل لما كان ضيعت تعبها هذا مثال الإبن عادم اللي يتعلم ويكبر ويصلي ويصوم وتعبان ومجرد حشاية وحده يخرب الغزل الماله كله الصائم النهار كله وحافظ نفسه ومانع نفسه من الطعام والشراب وتاليها بعد الإفطار حشاية وحده صار عصبي تجرع على أهله تجرع على جيرانه تجرع على صاحبه سواء بالعمل أو بالمنطقة وفلتت أعصابه وجاء بفعل من شأنه أن كل أعمالك تروح هواء في شبك الإنسان ستين سنة عابد لله سبحانه وتعالى وبأخي آخر عمره تجي لمغريات الدنيا سواء مال أو سلطان أو أولاد أو شهوة من الشهوات فتلقى ينجرف وينحرف وينزلق للأسف الشديد ويضيع كل عمره ويضيع كل سعية وتعبه وبالتالي يخرج من الدنيا بيد خالية مثال عجيب غريب ويوميا إحنا نمارسل حقيقة بكذبة أو بغيبة أو بقسم حقيقة الحنث فأمس اتكلمني ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم الدخل بمعنى أنك تقسم لمصلحة معينة تريد تأمن الطرف الآخر فتستخدم القسم تستخدم اسم رب العالمين لكي يصدقك الناس ويطمئنوا بك وأن تناوي على الغدر والمخالفة والخديعة الله سبحانه وتعالى يقول هذا من أبشع الأعمال لأنه يؤدي إلى فقدان الثقة بالمجتمع المجتمع بعد ما عنده ثقة ببعضه وهذا يسبب إلى تفكك الحقيقة لما ينفقد الثقة بين الزوج وزوجته بين الأب وأولاده بين الجار وجارة بين الشريك وشريكة تصبح الحياة لا تطاق حقيقة إذن لا تخلون الله سبحانه وتعالى عرضة لأيمانكم لأن هذا يسبب نتائج وخيمة أولا الاستهانة بالذات الإلهية المقدسة بعد ما يبقى مقدس لما أنت تقسم وتحنث لما أنت مثلا تأمن الآخرين وأن تدخون بعد الناس ما عندها ثقة بالاسم المقدس بعد ما يبقى شيء مقدس لاحظ كذلك راح تسبب عدم ثقة بالمجتمع أنه مهما الصادق يريد يثبت حقه بالقول احنا نشك به لكثرة الكذابين بالمجتمع وبكثرة الخوانة بالمجتمع لذلك قدر الإمكان احنا كمجتمع مؤمن الله ينصحنا يقول ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم بعد ينطنوا بالنتائج يقول فتزل قدم بعد ثبوتها هنا اليوم محاضرتنا في هذا الزلل أخواني الدنيا مليئة بالفتن مليئة بالمكارح مليئة بالكوارث والمنزلقات فهذه علامة يضعها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم لأن القرآن الكريم هو مجموعة علامات شلون المرور لما يعبدوا لك الطريق يخلوا لك علامات بالطريق هاي العلامة تقول لك ممنوع استدارة لأن أكو خطورة عليك وعلى الآخرين هاي العلامة تقول لك ممنوع التوقف لأن هذا مكان ضيق لا تتوقف به هاي العلامة تقول لك مثلا لا تخفف سرعتك لأن الطريق بين حراف هاي العلامة تقول لك الطريق منزلق فالسائق الذكي كل علامة يقراها لازم يأخذ بعض الإجراءات إذا شفت علامة انحراف يقول لك يعني هذا هنا انحراف شديد فالسائق الذكي يخفف سرعته ويمسك المقود بكل تا يديه لأجل أن يسيطر على السيارة لذلك لما نقرأ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان بعض الأخوة يقول يقول شلون يعني إل من علم القرآن إذا هو علم القرآن بعدين شنو خلق الإنسان شاء إل من علم القرآن هنا هو عنده مشكلة بتفسير علمه ليس بمعنى درسه وإنما علمه وضع العلامات لأن أنتم تدرون القانون قبل البشر لازم الكون يكون حاضر ومتهيئ لعيش البشر لذلك نلاحظ عمر الكون عمر الكون البيولوجي التكويني تقريبا 13 مليار و 500 مليون سنة يعني هذا الكون اللي احنا عايشين به مخلوق قبل الإنسان ب13 مليار سنة و 500 مليون لما جهز الأرض وجعل فيها أقواتها ووازنها وجعل فيها الجبال وجعل المنظومة الشمسية وجعل المجرات حتى تكون حاضرة ومتزنة للإنسان إذن شنو معنى وضع العلامات يعني كل العلوم اللي يحتاجها الإنسان قبل لا ينزل إلى الأرض لازم يحطها بالقرآن فالإنسان الشاطر أول مرة يتعلم العلامات يا الله يسير بأي طريق ودائرة المرور ما تعطيك إجازة السياقة إلا إذا تمتحن بالعلامات المرورية يشوفوك عندك قدرة على تفسيره له ما عندك لأن إذا ينزلون فلعشرق مصطعش سائق ما عنده معرفة بالعلامات راح تسبب حوادث هنا ممنوع السبقة لا تأخذ اجتياز لا تجتاز وإذا بما يعرف العلامة يجتاز ويسبب حادث يدمر المقابل ويدمر روحه ويسبب ازدحامات بالطريق وما أكثر هذه الحوادث نتيجة أن الذي يجلس خلف المقود ما عنده لياقة وحتى إذا اصطدم مع شخص وقتله يعتبر قتل شبه عمد لماذا؟ لأن أنت أصلاً ما مخول أنك تسوق سيارة فلازم على الآباء يستفيدون من هذه العملية أنه لا يعطي سيارة لقاصر طفل صغير شاب ما عنده مؤهلات أن يسوق لأنه إذا قتل بشراً أنت مسؤول أمام الله تدري أنت ابنك ما يعرف يسوق ليش تطيء الإجازة؟ ليش تطيء السيارة؟ سيارة حديثة وطفل مغرور وشوارع مليئة؟ شنو ذنب هذا صاحب العائلة لما أنت تجي بدون مؤهلات؟ والله اشتبه ويسبب بموت عائلة كاملة كوارث اللي يموتون بحوادث السيارات أكثر مما يموتون بالسرطان والعياذ بالله إذن إخواني الله جل وعلا حكيم خلق الدنيا خلق الكون ووضع العلامات وين وضعها برحمته وضعها في الكتاب المقدس حتى أنت من تنزل إلى الدنيا تلك قدام مقدس أمامك تقرأ هذا الكتاب وتعرف العلامات اللي بالحياة ولا تقرب الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيله مثل ما كاتب لك لا تستدير ممنوع الاستدارة من هنا كذلك كتب لك ولا تقرب الزنا لما يقل لك خفف سرعتك بهذا المكان أيضا بالقرآن عندي آيات تدعو الإنسان للتأني وعدم العجلة لما يخلي لك ممنوع استخدام المنبه أكو علامة بالمرور هالشكل علامة بوق هورن خط لماذا يقل لك هنا لا تستخدم المنبه أكو مستشفى أكو منطقة سكنية فالله جل وعلا هم خل علامة بالقرآن يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تهبط أعمالكم زين واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير فتشوف نفس العلامات القانونية موجودة وين بالقرآن فعلينا أن نقرأ العلامات يوم واحد بدون قانون تصير الدنيا هرج ومرج والقوي يأكل الضعيف فالله سبحانه وتعالى قبل لا ينزل ابن آدم يش سوى وضع القانون الرحمن علم القرآن خلق الإنسان هس هنا يقدر يحاسب بعض ليش؟ لأن أكو قرآن موجودة في كل العلامات الأوامر والنواهي إذن من العلامات المهمة اللي نشوفها بهذه الآية المباركة أنه فتزل قدم بعد ثبوتها يعني لا تغرك نفسك أنت ثابت على الدين والإيمان قالوا لفلان واحد من العلماء قالوا لي تعرف فلان قالوا ما عرفه قالوا لي قالوا هذا ملتزم قالوا لي كان يصلي وكان يصوم وكان ما شاء الله مثال الإيمان والأخلاق قالوا لي شنو صار قالوا لي راح انحرف ترك الصلاة قام يأكل الحرام وطلع من الدين فالعالم رأسا صاح لا حوله ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قالوا ليش مولانا هذا يتصار بي قال لسببيا لسببيا وريدك تحفظ ظن السببيا هذا طلع من الدين وانحرف لسببيا قال لي يا إما ما دع الله وطلب منه الثبات ما دع الله قال لأ اللهم ثبتني على دينك ثبت قدمي وقدم والدي على الصراط المستقيم لأنه نحتاج إلى تأييد الله سبحانه وتعالى حتى نثبت قالهم يا إما ما دع الله ما طلب من الله الثبات ويا إما ما شكر الله على حسن الاستقامة ما شكر الله لأن احنا نحتاج شكر مولانا ترى هذه الاستقامة وهذا الإيمان اللي عدكم وهذه الصلاة وممارستكم للأعمال الخيرة ترى هذه مو ميزة عدكم مو لأنك أفضل من غيرك ولكن هذا توفيق ورحمة من الله نعمة من الله أنك تنولد في عائلة مؤمنة نعمة من الله أنك يكون أبوك رجل مؤمن ومستقيم نعمة من الله أنك تنولد في مجتمع مسلم ومستقيم ويعرف العيب ويعرف الحرام والحلال نعمة لأن غيرك إن ولد في بلد وإن ولد في عائلة منحلة ذاك مشكلة يقعد يلقى روحة أبوه كافر أمه منافقة المجتمع كله فاسد يا ترى هذا المفروض يكافح ويجاهد ويقرأ ويكتشف الإسلام ثم يستقيم أما أنت الله رحمك أنك شنو أنجبك من والدين ملتزمين وولادتك طاهرة أكو ناس ولادتهم ليست طاهرة وهي تسبب لهم مشاكل للأسف الشديد فإن تكن تشكر الله أنك في بلد مسلم وفي عائلة مسلمة ومؤمنة هذه نعمة الله ميزك به فلازم تشكر الله على هذه النعمة لا تقول آن استقامية لا تقول آن الفضل إلي إني صرت مؤمن يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان الله يمن عليك أنه يخلاك مؤمن غيرك ما حصل على هذه أنت حصلت عليها إذن لازم نشكر الله نحن على الطريق المستقيم ونبقى نشكر حتى نحصل الثبات ونطلب من الله ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا فهذا اللي طلع من الطريق بسببيا يأما لم يشكر الله على الاستقامة ويأما ما طلب من الله الثبات انغر ولذلك المغرور شنو ما يلتفت للطريق فينزلق إذن هاي الآية جاي تطيك علامة تحذير ترى انت صدق اليوم تصلي وتصوم ولكن دير بالك الطريق اللي انت ماشي به طريق منزلق طريق بفتن ما تدري يوم من الأيام بشنو رح تصطدم وشنو مصيرك وشلون رح تثبت يعني اللي عنده قدرة ان يقسم بالله على ألف دينار هذا من ينطون مليون دينار ينحرف لو ما ينحرف بشر قاتلوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله الزبير ابن عمة النبي الزبير ابن عمة النبي وقاتل مع النبي في أكثر من غزوة وكان سيفه طالما جل الكرب عن وجه رسول الله لكن بالأخير شنو النتيجة شو يخلي بالك يا مي شنو النتيجة النتيجة انه حمل السيف بوجه علي بن أبي طالب وهو ظالم له تدرون في القادة الذين قاتلوا الإمام الحسين عليه السلام كان منهم قادة مع أمير المؤمنين مع علي أمير المؤمنين إذن القرآن شي يعطيك يعطيك علامة ترى الطريق الماشي بي منزلق وبأي لحظة ممكن تأتيك فتنة بأي لحظة ممكن أن تتعرض إلى اختبار إذا تأتيك الدنيا من جاءته دنيا هارون ولم يقتل الرشيد لاحظ هذا منه مقولة من هذه مقولة السيد الصدر محمد باقر الصدر رحمة الله عليه قال من منكم عرضت عليه حياة هارون الرشيد ولم يقتل الكاظم هو احنا على قطعة أرض نتقاتل احنا على منصب نتقاتل احنا على حفنة من الأموال الزائلة نتقاتل لاحظ شلون إذا الله طاننا حياة هارون الرشيد اللي كانت إذا مطرت الغيمة يقلها أينما تذهبي فخراجكي إلي هذا شلون يوقف قدام الإمام الكاظم وما يقتله مشكلة إذن مولانا طريق منزلق زين الانزلاق شي يحتاج شوف أنت بحياتك إذا الشيء حار تحتاج لك وصلة تمسك بيه إذا جائع تهيئ طعام لرفع الجوع إذا تحس نفسك ما فاهم للقضية تروح تتعلم وتفهم إذا تحس بالبرد حضر لك ثياب إذا تحس بي خطر تحضر لك سلاح كل شيء تستشعره تحضر شنو البدائل زين الانزلاق شا سوينا إذا الله سبحانه وتعالى يقل لك ترى الطريق شنو فتزل قدم بعد ثبوتها زين شلون أثبت نفسي أبحث بالقرآن الكريم ستجد المثبتات ستجد المثبتات طفنا قالك خلي بقى لك شوي يمي عزيزي كثير من الأمور اطلعنا من الدين وإحنا ما ندري وإن شاء الله ناخذ محاضرة خاصة ما هي الأمور التي تخرج الإنسان من ربقة المسلمين أو ربقة المؤمنين أو ربقة المتقين وشنو اللي خليني أثبت باشر عقبة إذا ظهر المولى عجل اللهم تعالى فرجه الشريف يا ترى أثبت معاه لو ما أثبت معاه إذن نحتاج إنما نحتاج إلى المثبتات المريض يحتاج إلى دواء نوع المرض يحدد نوع الدواء هذه نظرية معروفة بديهية فبما إن القرآن يقول وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلْ قَدَمٌ بعد شنو بعد ثبوتها يعني أنت ثابت أنت ثابت على الدين أنت ثابت على الإيمان والالتزام لكن سبحان الله تجيك مشكلة يجيك تجيك فتنة يجيك اختبار تلقى نفسك خارج عن الملة خارج عن هذا الثبات تنزلق والوادي جداً سحيق إذا نزلق الإنسان بعد من الصعوبة أن يثبت روحها إذا نقرأ القرآن وجدنا التحذير إذا لازم نجد العلاج والعلاج في خمسة لما تقرأ القرآن إحنا شن سوي شغلتنا إحنا نروح للعلماء نقلهم يا سادتنا يا علماءنا يا مراجعنا أنتم عدكم اتصال بعلوم أهل البيت شوفونا بالله اللي ثبتنا على الدين شنو فيقول العلماء أن المثبتات في القرآن موجودة مثل ما موجود التحذير موجود العلاج شن هو العلاج صلوا على محمد وعلي محمد أول علاج إجمالي قراءة القرآن وترتيل القرآن المواظبة على قراءة القرآن تعتبر من المثبتات شنو الدليل الدليل وقال الذين كفروا لولا أنزل هذا القرآن دفعة واحدة شي يقولون الكفار هو يدورون حجج قالوا الله ليش ما نزل القرآن على الرسول دفعة واحدة هسنا ترى عندنا بحث بها مرة ينزل دفعة وحدة ومرة ينزل آيات هسه شلون نزل دفعة وحدة وشلون نزل على شكل آيات عندنا إثباتاتها إن شاء الله بالمحاضرات القادمة ولكن وقال الذين كفروا شنو قالوا ليش ما الله نزل القرآن دفعة واحدة شنو جواب الله سبحانه وتعالى شوف الجواب يقول كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيل إذن نزل القرآن على شكل آيات نزل القرآن على شكل أجزاء شنو الهدف منه الهدف منه لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيل إذن الترتيل وقراءة القرآن من المثبتات لقلب الإنسان وإن كنت لا تشعر وإن كنت لا تشعر شلون الطبيب لما يخدرك مرات بالعملية يخدروك أنت كل شي ما تدري ويعطونك شنو يعطوك أدوية هاي الأدوية وإن كنت أنت غائب عن الوعي تنفعك لو ما تنفعك فالقرآن حتى لو أنت ما تشعر أن هذا يثبت بقلبك لأن المثبتات هذي شنو المثبتات حالة معنوية وليست حالة مادية شوف أنت لما تقعد يما الطبيب مرة يخليك مضطرب ومرة يخليك مطمئن بكلام هو ما يعطيك شي مرة يقول لك المرض اللي عندك عضال والمرض اللي عندك ما إلى علاة شي سوي ولا حتموت من قريب شي يصير بك تضطرب هو ما نطاك شي بس حرك مع نوياتك ومرة يقول لك لا بسيطة هذا المرض اللي عندك جدا بسيط وإن شاء الله ابظروه في يومين انت الطيب تطلع مرتاح بكلمة ممكن أشعل نار وبكلمة ممكن أجعل جنة لحظ فقراءتك للقرآن تعتبر من المثبتات إخواني أحد بائي تركب سيارتك أكو آية خاصة تشعر بالخوف أكو آية خاصة زين تحس بهم وغم أكو آية خاصة بسم الله الرحمن الرحيم وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في ظلماتي أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه منين من الغم وكذلك ننجل مو بس هو كذلك ننجل المؤمنين فمن تقرأ هذه الآية تحس براحة تخاف من الشيطان عندك سورة الناس وشكل عندك رزق بسم الله الرحمن الرحيم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها يعلم مستقرها ومستودعها كلهم في كتاب مبين حتى لو عندك زوجة عندها حالة ولادة ومعسرة والمستشفى مقريبة هم أكو آية خاصة اثبتك واتحاول أن بسم الله الرحمن الرحيم فأجاءها المخاضو إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسية ها فناداها من تحتها أن لا تحزني تشوف رأسا الأم يتيسر إلى الأمور إذن القرآن من المثبتات دليل الله يقول قل لك ذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا هذا المثبت الأول المثبت الثاني المثبت الثاني الدعاء مهم ربنا أفرغ علينا صبرا ليش لإيمانك بمن يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة إذا كان الله يثبت الذين آمنوا إذن شا سوي أطلب منه لو ما أطلب أقل لربنا أفرغ علينا صبرا حس أنا فقير أريد لي صبر لأن الفقر مرات يدفع الإنسان علما للسرقة يدفع الإنسان للرشوة يدفع الإنسان للقتل في بعض الأحيان كاد الفقر أن يكون كفرا فاش تحتاج تحتاج تبات تحتاج صبر ربنا أفرغ علينا صبرا طيني صبر على هذا الوضع سواء كنت مريض تريد صبر حتى إذا كنت غني يريد صبر لأن الصبر على الغنى أكو ناس من يصير عندها أموال ترى تختل حالتها مو بيدة واحد ما شايف ويصير عنده واحد ما شايف وأمي يرقضون وراه أستاد ما أستاد هذي سودان مو أخوف ما أخاف عليكم خفق النعال خلف ظهوركم زين فإذن النعمة هم يريد لها صبر البلاء يريد صبر الطاعات تريد صبر أنك أنت تقعد الصبح وتتوظب هذا المي البارد والجو البارد والصلي إذن ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين هاي اثنين الدعاء إذن القرآن وشنو؟ والدعاء اثلاثة مهمة هاي اثلاثة الكون مع المؤمنين شوف أنت لما صايم مولاي لما صايم قويك بالدائرة خمسة صائمين خمسة من الصائمين هنا حتى لو صلوا على محمد وعلي محمد الله الثانية يرحمكم الله الثالثة على حب أهل البيت طيب الله أنفاسكم واني أحبائي الكلام اللي ينقول إيه أنت إما التابعة لأن هذه إن شاء الله أكو بيها بث تلقون بث على القنوات تسمع المحاضرة مرة ومرتين وقيدوا العلبة بالكتابة حتى لا تنسه المثبت الأول شنو وياه لو ضاعت قراءة القرآن شنو الدليل وقال الذين كفروا ها لو لا أنزل عليه القرآن جملة واحدة الله يقول كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا اثنين المثبتات الدعاء ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اثلاثة الكون مع المؤمنين شنو يعني الكون مع المؤمنين انت لما عندك بالدائرة وياك أربعة موظفين وكلهم صايمين انت مني مني أثر بيك العطش ويأثر بيك الجوع ويوسوس لك الشيطان أن تفطر ها هذول الأربع يثبتوك هذول الأربع يقول يا عفلان إن شاء الله أصبر بعد ساعات نفطر مو شكل أو أنت تخجل من عندهم مرات ها فتبقى على صيامك لكن إذا وياك أربع مفاطير ها يشربون ماي قال لك يا عوض عليها مصائم ويشرب أنت شو حتى لو قوي تضعف لذلك الإمام سلام الله عليه يوصي الإمام عليه يقول وسكن الأمصار العظام التي يكثر فيها الإسلام والمسلمين يعني دائما خليك عايش وين بالمجتمع اللي بيه كثير من المسلمين والمؤمنين حتى تسمع أذان تشوف مسجد من المثبتات أما أنك تعيش في دولة لا أذان ولا قرآن ولا تشوف معالم الصيام موجودة والمحلات مفتوحة يصير عندك ضعف يستفل من عزيمتك وقوتك فالله سبحانه وتعالى يقول كونك مع الناس الطيبة كونك مع الناس المؤمنة هذا مثبت لك حتى اللي تريد الذبح جابها تستحب من المجتمع وتصير وياه حتى اللي يريد يسوي عمل خارج الشرع والعرف أيضا عائل للناس وشوية يمسك نفسه زين شنو دليلك شيخنا الآية شنو يقول بسم الله الرحمن الرحيم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه واصبر نفسك مع من واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم يعني خليك صابر وياهم عيش وياهم تمسك معاهم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا تريدون المؤمن عين وين يريد هناك الرقص والغناء والمجون وكل شيء ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا ولا تطع هذا اللي يجي قللك تعال نلعب محابس وانت عندك واجب قراءة قرآن والتزام بهاي الأيام الشريفة الكريمة هذا قلب غافل عن ذكر الله هذا اللي يدعوك إلى لعب الورق ولعب الدوم نطول الليل إلى أن يجي موعد السحور وتروح للسحر وتلغراسك ونام انت خسران ولا تعد عيناك عنهم عن من؟ عن الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجه الله ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا لا تروح يا ذول هذا من المثبتات أن خليك يا المؤمنين خليك يا الصالحين أكثر تثبيت إليك هاي شم واحد صارا؟ قراءة القرآن دعاء رب العالمين وطلب الثبات ثلاثة أن تكون مع من؟ مع المؤمنين أربعة أربعة قصص القرآن قصص الأنبياء الله سبحانه وتعالى شيء يقول له كذلك نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك شنو نقص عليك؟ منقص عليك جاكي جان منقص عليك محمد رمضان منقص عليك مدري ياهو فريش شوقي هذه كلها أفلام شيء صدق لو تشذب ها؟ يطير بالهوى ويكتل لم يتلف نفار ومدرشين ويرمون علي ما يطقونه بس هو من يطق وتلقان ثلث ساعات إحنا بس نبقى إيه طاقهم وكلها تشذب ليش إحنا ندور على أكذب القصص أكذب القصص كل ما القصة بيها تشذب هواي مثل الأفلام الهندية إحنا نحبها والروح الهند بينما الله شي يقول نحن نقص عليك أحسن القصص أحسن القصص لينذيك أبطال الأفلام كلهم منحرفين شعر بخمر قاتل للنفس وتلقامه وإحنا نشجعه بينما أبطال القصص القرآن منه؟ يوسف عليه السلام موسى عليه السلام داود عليه السلام هذولي أبطال حقيقيين ذولي رسل ذولي فعلا ينطوك الحقيقة لذلك كذلك نقص عليك الله يقول للنبي أنا موجا يسولف لك قصة أجافة كريستي لو شولوك هولمز حتى تصعد بقطار وتقراها البغداد واذبها بعد ما تقراها لا نحن نقص عليك أحسن القصص نحن نقص عليك من أنباء الرسل ما شنو ما نثبت به فؤادك حتى قلبك يتطمن خافت مر عليك مصيبة ترى على الرسل مرت أصعب منعت أيوب عند عشر ولد قصة نبي الله أيوب دائما نحن نشياء صبري صبري أشد من صبر أيوب شايف ذولي المطلبين جماعتنا صبر أيوب مو صبري وانت ش مدريك صبر أيوب شنو ها عشر أولاد وتاجر التجارة مالتها عشر سفن بالبحر ها وعشر أولاد كل ولد بسفينة وعند زوجة أجمل امرأة معروفة وهو جمال وطول وقوة ومكانه الشيطان قال للأله جل وعلا قال للأدري شلون أغريب شنو أغريب أغريب العافية شوف عافيته أغريب فلوس فلوسه هاي تارس الدنيا أغريب ولد هاي أولاده أغريب جمال هاي مرته أجمل وحده قال له طيب خنشوف وإذا الأولاد راحوا ما رجع ولا واحد منهم لا التجارة ولا الأولاد فقدهم بآن واحد والنوب الله أصاب بمرض أخذ من عنده العافية بحيث الناس دبوا على المنافي بره بره المدينة خاف يعديهم مرض جلدي صار عنده وبقت زوجته تروح تشتغل بالبيوت على مودة تجيب للعلاج وتجيب للقمية ما يقدر يتحرك الله قل لي شيطان قل لها وبعده يحمد الله ويشكره ويصلي ويندعي من عندي الثبات أن أبقى على اللهم لك الحمد والشكر إحنا بس يصير عندنا مصيبة ها يا ربي شا بس سانة شا هاي ولد العالم كلها بس ابني يموت ولطم على الرأس وشق الزيج اعتراض على الله سبحانه وتعالى صبر وإذا لجال جبرايل قال له اركض برجلك هذا مختسل بارد وشرب راح اقتسل رجع مثل ما هو شباب الله مو بعيد على الله سبحانه وتعالى وإذا يوقف على صفحة اجت زوج تخطية تعبانة العجوز جايبت لشيء من الطعام شافت تدغشت من عنده قلت لأي والشاب ما رأيت عجوزا ها هنا قلت تقصدين أيوب قلت لنعم قلت لأنا أيوب قلت لأ لا تمزح معي يا ولدي لا تمزحوا يا أنا مرات شبيرة قال لا والله انظري لي فلانه من قلت لأنا فلانه باو عتلنا وأيوب خير قال هذا الله كذلك قال ربك هو علي هين رجع اذاك راحت اقتسلت بالماء وإذا ترج اجا الخبر قالوا لأولادك ترى كانوا حاطين على غير جزيرة وما قدروا يجون بسبب الظروف رجع اهله ومثله معه وتجارة ناجحة ورجع عمكانه اقل لك هاي سوالي في الشام لو حقيقة ها لا بالله عليك حقيقة اذا هي حقيقة اذا نتثبت قلبي انا ذا جتني مصيبة مثل ما الله اصابها انا اصابني وهم وراي فرج لما يوسف اخوتي يذبون بالبير غير كون يموت هسه البير موش هنا البير قريب الشلام شمناك لا بشر يتعده ولا احتمال ذبوا بالبير المفروض يموت هسه دا ما يموت من العطش يموت من الجوع يموت من الخوف مو هاشي كله لا لكن مات اخو ليش ما مات ما مات لانه مع الله اذا شنو كن مع الله يكن الله اذا من تقرأ قصص الانبياء شي صير عندك موسى بعصى وحدة بس عصى وراعي مع الغنم قدر على فرعو لو ما قدر اللي ملك الدنيا كله هو اللي يصير رب السماء بالعصى هذه بثباته بتوكله على الله استطاع ان يثبت شيء اذا لا تيقش هذا تثبيت تثبيت اذا قصص الانبياء شنو من المثبتات شم واحدة صار عفية الخامسة شنو الخامسة نصرة الله نصرة الله شنو يعني نصرة الله يعني اي موضوع فيه جنبة ربانية وفيه جنبة شيطانية انت تقف مع الجنبة الربانية ان تنصر الله ينصركم وشنو ويثبت مو احنا حتشينا وين حتشينا فتزل قدم بعد ثبوتها اذا هاي القدم شنون تثبت يقول ان تنصر الله ينصركم ويثبت اقدامكم واذا اخنتم الله ورسوله تنزلق اقدامكم هذا هذا هو المعنى وإحنا نشوف بحياة الدنيا نشوف الحق والباطل المتمسك بالله اذا انظلم كون انت تصير وياه سواء كنت انت مظلوم او انت شنو في محل الظالم في محل الظالم يعني انا اشتغل موظف وهذا الرجل مظلوم انا اكون كموظف انصر هذا المراجع انطي حقه ادافع عن حقه وان كلفني الكثير لا تفكر انه يطردوكم من الوظيفة او على حساب شيء ان تنصروا ينصركم ويثبت اقدامكم ترى مشكلة هاي الناس اللي دعاها الامام الحسين عليه السلام تدري كم نفرط العوية انت شح حسبها لك هذول 72 لا لا هذول 72 اكتملوا بالدرب بالدرب اكتملوا هم اقل من 72 بس هو لما راد يخرج من المدينة هو اي ناس راحت وياه شنو القصد هس احنا كل من يرشح روحا نصير وياه شايفين انا شفت عشيرة وحدة اجوها عشرة وكل واحد اللي يجيها وسولة وياك وياك والله العظيم وياك وتالي ما يذبون ولا واحد غير واحد يذبون اكو واحد مرشح قال بتلمشو حتى مرت ما ذابت لي راي لان بس واحد طلع على صوت واحد ما قالت هو هو ذاب قال شاها هاي مرت بالبيت بناتي اولادي اثاري ناطين ناطين صوتهم الغير واحد بس واحد قال شاو هاي الدبايح وهاي الهوسات ها هم هوسولة بلوا بني بيه فلان مأيد بلوا بني وقال بس هوسة وحدة لو ناطيني راي ها كان أنا طلعت وقلح له فالعملية شنو العملية طلع وهواي ويا الحسين ليش قالوا الحسين ابن علي ومن افضل من الحسين ابن علي راح يروح للعراق ويصير امير واذا صار امير احنا الحاشية مالته نستفيد من عنده لكن لما خطب بيه مش قلهم ايها الناس كأني باوصالي اه انا رايح انقتل كأن باوصالي تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلة هذي سمونا الوضوح عند القائد الوضوح كان واضح احنا سمن نخطب مرة نسوي لابنين لجحوش واشتري سيارة وذهب وشذب بس ياخذها كل شي ماكم بينما امام امام قالهم شوفوا خابل يجي وراي عبالكم انا امير واخلي واخلي واضح كأني باوصالي تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلة ورأسي على رمح طويل ونسائي سبايا فمن اراد منكم من ها من وطد نفسه على لقاء الله فليمضي معي اني ماض مصبح ان شاء الله ذولي نص منهم قاله الحسين ما يكذب حشا رايح ينقتل احنا الرد ردوا اشبقوا مجموعة قالوا قالوا يوه يريد يختبرنا يريد يختبرنا يقول هالشكل حتى يشوف ياهو الجاي على مصلحة ومش هواياه لكن من اجي المخبر من الكوفة اش قال له قال له ما تركت الكوفة الا وهم يجرون ابن عمي كمسلم بن عاقين بالشوارع حسنا شنو صار صار الحاجة صدق ردوا قالوا وشاعت بيان صدق مادام مسلم بن عاقين قتل اذا الحسين ماشي يقتل ردوا الى ان الحسين يمشي بالطريق شاف زهير ابن القين الزهير كان تارك المدينة حتى لا يرى الحسين عنده مصالح قال له كان لا اردح عادي يزيد ولا اردح عرب الحسين طلع فارسل عليه الحسين اجي المخبر قال له زهير الحسين يطلبك يقول بيذا اللقمة يبسط شون واحد جاي ياكل فزوج تقل لك لأجب الرجل اجب شوف شونه عنده فذهب زهير دخل الى خيمة الحسين فرجع بوجه اخر رجع بشكل اخر قال للمرت قال هذا حلالك وذول اولادك وانا ماشي خلص بعد انا بعت بعت نفسي للحسين قربة الى الله قالت ليا زهير انا فديوم اذيتك قالها لا فديوم زاحمتك لا فديوم ضيقت عليك لا قالت لك شاليش انت تروح ويا الحسين وانا تعوفني شاليش انا ما الي محل بالجنة شوف شوف الزوجة اللي تعين زوجها على طاعة الله سبحانه وتعالى يقول فترك الحلال الاولاد وما شاء الله من المتمكنين وجاء مع الحسين وفعلا يوم عاشر ليلة العاشر قالهم انتم في حل مني ان هؤلاء القوم يبغون هذه روح علي بين جنبي فقام لزهير قال ما تقول يا ابناء رسول الله والله لو قتلوني وقطعوني وحرقوني وفعلوا بذلك الف مرة ما تركتك سيدي يقول الدموع الحسين نزلت لهذا الوفاء الشاب التركي خطيئ الشاب التركي يشوف علي ابن الحسين يصيح انا علي ابن الحسين ابن علي يسمع القاسم يقول ان تنكروني فانا نجل الحسين هذا يصيح اني مو اني الحر ابن يزيد الرياح يتنخون يتنخون بس هذا التركي ما عند لها عشيرة شي يقول ابن منانة فطلع صاح اميري حسين ونعم يعني انا يكفي امتسابي للحسين عرفت شلون وهذا وهب المسيحي تود داخل الاسلام بس الله يريد يوفقه اخ تبعده شباب مسكت بدش داشته قلت لها يا وهب يا وهب هي عروس تتركني وتروح علما قالها اليك عن فحيدا فريدا شلون غير تسمح لي اخلي يقول اخذ يقاتل هناك وسمع صوتها سمع صوتها شا تقل قاتل يا وهب قاتل دون الطيبين يقول التفتي لقل حيرتين هي امرأة من ساعة تأخريني وهست شجعيني شن القضية قلت للا تلمني يا وهب واعية الحسين كسرت قلبي قال وما سمعتي قلت لسمعت الحسين شام حاط رأس على صح واقل تناصرا